أفاد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل ما زلت تعرقل إدخال وتوزيع الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن عذام الأمن الغدائي وصل إلى مستويات كارثية حذر المرصد من زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد والأمراض المقترنة بهم حيث وصل عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 28 طفل